اذا رح نروح لقضية اليوم يوميا مهند وعلى مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة يكون هناك تفاعل كتير كبير على مواقع منصات التواصل الاجتماعي من قبل رواد هاي المنصات طبعا التفاعل اما يكون لموضوع مهم وقيم خلال نحكي ومراته نكون بسبب التسلية والترفيه ومراته يكون فقط تفاعل لمجرد تفاعل نعم يعني مبدئيا شو صار مع أكرم ليلى نعم يعني انتشرت بآخر يومين قصة أكرم والكل سمع عن قصة أكرم هي يعني قصة عادية إجراء عادي شكوية عادية نحطت على موقع للتواصل الاجتماعي أو يعني صفحة خاصة بأحد الشركات وانتشرت بطريقة يعني ما حدا عارف يفسر كيف صار هذا الانتشار يعني يعني نحاول إحنا نفسر موضوع هي مش بس القضية اللي صارت نهاية الأسبوع الماضي هو بشكل عام يعني نمكن نمتد لموضيع أخرى أو نحكي لقضايا أخرى بس عشان نقدر نفسر هاي الظاهرة ونعرف شو اللي عم بصير على الموقع التواصل الاجتماعي بنضمنها بالستوديو الدكتور صفوة حددين الكاتب والمحلل الصحفي أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير صباح صباح النور أهلا وسهلا دكتور يعني خلال نحكي قضية قضية شكوى عادية موضوع أكرم موضوع صار نهاية الأسبوع الماضي تحول لقضية رأي عام يعني انصح التعبير يعني ومع التحفظ على إعطاء هذا الموضوع شو رأيك اللي صار يعني تفاعل ألاف المستخدمين شو تفسير هاي الظاهرة اللي صارت في نهاية الأسبوع الماضي باعتقادي الآن نحن نتحدث عن حالة سببها اهتمام الناس بالأحداث الآن الأحداث السياسية والاجتماعية المهمة بتفرض نفسها وتصبح هي موضع التفاعل والنقاشات والاختلافات والاتفاقات على منصات التواصل الاجتماعي في هاي الحالة باعتقد ما حدث انه الرجل يعني أراد ان يوصل شكوه بطريقته باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التقطها أحد المستخدمين ذو حس الفكاهة وانتشرت بالتالي الموضوع قد يحدث في نظر البعض الموضوع ليس بذات الأهمية لكن ما حدث أن الرجل أصبح حديث الساعة ونزيد على ذلك بأن شركة الاتصالات استطاعت أن تستثمر فيما حدث وهذا باعتقادي جانب إيجابي لأن عادة يعني كشعب أردني نتعامل مع الأحداث عادة بروح ليس فيها الكثير من الفكاهة لكن الآن كما نرى وسنتحدث الآن عن أحداث أخرى الموضوع أختلف يعني كلامك صحيح دكتور يعني نحن في الآون الأخيرة بالسنوات الأخيرة صرنا نشوف في حس فكاهة بالتعامل مع كل الأحداث اللي بتصير لكن دكتور يعني لكل تفاعل فيه سلبيات وإيجابيات إيش السلبيات اللي بتخص أطراف هاي الحالة اللي تابعناها وشفناها أكرم يعني بقصة أكرم وإيش الإيجابيات والسلبيات لهيك تفاعل بهيك شكل وهيك طريقة باعتقاد السلبيات خليني أبدأ فيها أنه أحيانا الموضوع يتضخم ويأخذ أكبر من حجمه نعم وكما نلاحظ منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة ضغط نعم بهذه الفترة إذا بنحكي عن موضوع أكرم بنحكي عن ضغط على شركة الاتصالات نعم شركة الاتصالات استجابت إلو إيجابيا رغم أنه ما حدث حتى تفاعل المستخدمين الآخرين ويمكن لاحظتوا التعليقات اللي كانت في بعض الاتجاهات ساخرة من الشركة ومن شركات الاتصالات بشكل عام لكن الشركة تعاملت بإيجابية واستثمرت فيها باعتقد أن كان في عائد إيجابي حتى على أدائها نعم واهتمام الناس فيها نعم الآن الجانب الإيجابي الأكبر أنه كما يحدث في القضايا المهمة وسائل الاتصال الاجتماعي لها تأثير نعم كما نلاحظ دائما تقرارات سياسية تتغير نتيجة التأثير المصاحب لوسائل الاتصال الاجتماعي نعم نحن بنا نحكي بنفس الصيئة في ذل ما نعيش من تطور رقمي ومن انتشار واسع لمواقع التواصل الاجتماعية هل بالإمكان أنه نوجه إذا نستطيع أن نحكي نصح التعبير نوجه هذا التفاعل لا قضايا مهمة في المجتمع سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو حتى سياسية بالتأكيد عودا على ما ذكرت بأنه في النهاية الحديث الناس أصبح محوروا وسائل الاتصال الاجتماعي نعم حتى الالتقاء الذي نسميه الفيزيائي بين الناس الآن خف لصالح وسائل الاتصال الاجتماعي الآن في القضايا الوطنية والاجتماعية المهمة مثل ما بحدث الآن إذا أراد الناس التأثير عادة ما تصاحب رغبة التأثير موجه للضغط على الدولة للضغط على المؤسسات المطلوب منها التغيير وفي النهاية يكون هناك استجابة بغض النظر عن طريقة الاستجابة قد تكون الاستجابة بتغيير القرار وقد تكون الاستجابة بتخفيض أثاره على الناس وهذا حدث كثيرا هذا باعتقادي له تأثير في كل اتجاهات الوطنية والاجتماعية وغيرها دكتور صفوة فيه موضوع ثاني شفنا أو تابعنا أو اسمعنا عن صفحة تابعة الهيئة المستقلة للانتخاب يعني طريقتهم بالردود على المعلقين على الصفحة يعني فيه ردود جدا يعني فيه ناس بتعتبرها لطيفة فيه ناس بتعتبرها لا لا تليق يعني بهيئة رسمية شو تعليقك انت على الموضوع شو رأيك بالأسلوب بردودهم يا سيدي أنا بخالف الرأي للقائل أنه هذا يعني أداء ساخر من الهيئة المستقلة للانتخاب يعني ما بعرف شو السبب اللي قادهم يتحركوا به الاتجاه لكن يبدو أن الدولة تطور أدواتها هذا إيجابي طب منيح الآن إذا بتعاملوا مع موضوع لأن الناس ملت الحديث عن الانتخابات و احنا سيفين نموذة و أحداثها وخصوصا الآن مقبلين على اللامركزية والناس ممكن تكون يعني ما بعرف قديش راح يكون فيه أقبال على الانتخابات في ظل الملل الموجود لكن الآن يبدو أن الهيئة عم تستثمر بهذا الموضوع يعني عم بيرده بطريقة فكاهية بتابع بعض الردود إذا من الآن فصاعدا مؤسسات الدولة يبدو أن تتحرك بهالاتجاه الإيجابي بعتقد موضوع بنقدر نعاول عليه كثيرا يعني صراحة يعني من التعليقات اللي شفناها كثير مضحكة بس أكيد يعني هي جذبة تفاعل أكبر من الجمهور برأيك هل التجربة راح تقود إلى منهجية واضحة وجاذبة في استخدام منصات تواصل اجتماعي من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية لتعزيز المشاركة مثلا في الانتخابات باعتقادي ضروري والآن عنا وزيرة الاتصالات تحديدا تم جلبها لتكون عضو في الحكومة من أجل التطوير بها الاتجاهات الآن الهيئة المستقلة ممكن الموضوع كان موضوع مش مدروس لكن الآن وجد أثر نعم باعتقد إذا كان فيه هناك قرارات صائبة ضمن إطار وزارة الاتصالات يتم التركيز على هكذا موضوع نعم حتى تستثمر في باقي مستوى الدولة لا ومنهجية واحدة يمكن طبعا بيحتاج يكون في منهجية وطريق واضحة للاستفادة منه نعم دكتور صفوة حددين الكاتب والمحلل الصحفي شكرا جزيلا لحضورك معنا شكرا جزيلا لكم أهلا